نبدأ مع عبدالعزيز طالب والله محاورك عاد مؤلمة شوي ولكن محاور ياش مؤلمة مؤلمة لك مؤلمة يناع ولكن طالب ريلاكس أنا مور بسيطة كل الصراحة تروح للسؤال الثاني على طب شف السؤال الأول ولا خل الكلام هذا الأخير عبدالعزيز بالرباح دخلت البرنامج عارف آلية البرنامج صح أو لا؟ صحيح عارف تعليمات البرنامج أكيد خلفتها ولا ما خلفتها شف الخطأ مو وارد طي بس فيه خطأ يغتفر فيه خطأ لا مستمر هو لو أنا مكاشفينه بدري ما استمر أتوقع ما تبطالع يعني في البراهم تطلع قبل طي عبدالعزيز بالرباح بداية البرنامج معه جوال وكان يستخدم ولا بسمه بجوال بس لابتوب بيض بعد كنت تستخدم الأجهزة هذه التجارة اللي هي الأسهو الكلام هذا صحيح؟ المعلومة تراجعتني من بره الجوال أنا أشهد عليه لكن اللابتوب أنا قد طلعت قبل ما أشوف معك اللابتوب ولكن اللابتوب بيش؟ اللابتوب كان متواجد معك في البرنامج ما كنت أنا موجود ما كان عندي في خبر لكن الجوال كان عندي في خبر اللابتوب اللي بلغني فيه شخص قريب لك وتأكدت أن اللابتوب معك في البرنامج اللابتوب كلام هذا صحيح بل الجوال أنت شفته؟ جوالنا؟ عشان أعترف نعم يعني ما يحتاج جنك اللابتوب شف أنا شيء ما هو استخدامي كان الجوال استخدامي يعني صحي خلينا ما يقول بالمعنى العامي ممتاز 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 ما يقول ما كان الجوال ما كان الجوال يعني على كلامك كنت تقول هو البرنامج لا ما كان معي هو البرنامج فمعلومتك يعني صححة فبعد طبيعي شف كل إله لله ما جبتك على كرسي الاعتراف عشان تصحح لي معلومة معلومة الجوال لنأكدتها لك معلومة الجوال؟ نعم ما فيها؟ كانت في بداية البرنامج ما كان يوجد معك جوالي عبد العزيز؟ أنت إنسان يعني أعترف أنا أعترف أنا أعلم هو كشفني هو معترف اللابتوب كيف يدخل اللابتوب برنامج واقعي؟ لا شف أتوقعنا ما قد حصلت في برامج واقعي لا وبعد أسهم ما شاء الله عليك برباء شف أنا أنا بطبيعة الحال حتى في حياتي الخارجية استغل جميع وقاتي كل ساعة لكن استغلالك هنا غلط لا شف تعليمات ما تقول؟ شف أنا أقول لك أنا أصحح على المعلومة التي ذكرتها أنت أول شيء بالنسبة للجوال ما كان معي أول أسبوع ولا ثاني أسبوع فسلمت الشغلة فسلمت الشغلة الواحد من أخواني فكنت أنا ماسك الأمور المالية في العائلة و شفت أن الأمور ضرب كبير بعض يعني ما كان في أحد تثق فيه بره يعني يمسك الأمور هذي؟ مش أثق فيه ما كان أحد عنده خبرة يعني أنا أخذت دورات أخذت أشياء كذلك مع شباب و زي كذا فقروب فكان الشيء هذا سبب لي خسارة كبيرة لي و للشخاص اللي معي اللي هم أخواني و كان استخدام يعني كان الوقت ميت حتى كنت محترم من 10 إلى 12 صلي ما شاء الله و أرجع ما شاء الله بس ما كان الأمانة ما هو الشيء اللي أسي فيه حتى ما كان يدري إلا أثنين اللي موجودين معي كانوا في الغرفة طيب وضح كل شيء لجمهور تقريبا أنا بسميه أهمال عبدالعزيز شفت أهمال علي خارجي؟ أهمال خارجي بالنسبة للجمهور شف ما تكلم مع شف شف و خليب أقول لك حاجة في شركة جوجل كان الموظفين العمل عندهم ما كان يعني يقولك من سبعة إلى ثلاثة كان أنه أنت تأدي عملك في بعض الأعمال يقولك خليك في البيت فدام أني أنا ما أثرت على الجمهور و لا أثرت على نفسيتي و لا أثرت على البرنامج و لا أثرت يعني زي ما تقول طاح في يدي إن شاء الله أمين الشيء ما يضر الأخرين لحظاتي يا عبدالعزيز و على فكرة أنت أثرت على نفسك شف شف أثرت على نفسك؟ لا 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 أثرت بعدها على الرتم ممكن الجمهور يشوف الشيء هذا لكن أنا أتكلم لك عن حاجة جميع برامج الواقع جميع برامج الواقع يصير فيها تهريب بعض عشان يكون منصف البعض يكون فيها تهريب بعضهم يدري تدري الإدارة بالشيء هذا وبعضهم اللي دارة ما تدريه عندك معلومات مؤكدة أن البرامج اللي قبل كان يدخلون جوالات البعض نعم و شفت أنهم ناجحين و أثرت عليهم و شفت أنهم ناجحين ترى على فكرة بعضهم حتى استخدامها للجوال تقالي استخدامها يطلع على قصيدة و يطلع على محي يعني في بعض الشباب يأخذ يفتح الجوال يطلع على قصيدة يطلع على قصة يطلع على فائدة يستفيد منها الجمهور لأني كنت عارف كان اعتماداً كله على الجوال قبل البرنامج أبو رباح أنا أبدأ وجهة نظري ولكن لا يحق لك الرد الآن لأني أنت عليك السؤال أبت و أبدأت أنت وجهة نظري تجاه السؤال هذا سواء بالإنكار أو بقول الحقيقة أنا لا أدري كيف ردك أنا على هذا الموضوع أنا أشوف أنه أهمال هدا وجهة نظري تقريباً أتوقع أن الجمهور يوافقني وجهة نظري